أكد سفير روائل أبو المجد الممثل الخاص لرئيس مؤتمر المناخكف 27 أن فريقا كاملا يعمل على مدار الساعة للتعامل مع المشكلات اللوجستية التي تواجه بعض المشاركين في المؤتمر المنعقد في مدينة شرم الشيخ وأوضح أبو المجد أن رئاسة المؤتمر تدرك وجود بعض المشكلات تدخل على إثرها مسؤولون حكوميون لحلها مع الحرص على عدم تكرارها كما أشار أبو المجد إلى حدوث تقدم جيد فيما يتعلق ببرنامج التخفيف لكن دون التوصل بعد إلى قرار وذلك بالتوازي مع لقاءات لرؤساء الوفود لتقديم رؤاهم حول القرار المنتظر صدوره لضمان الشفافية